إذا علمتم أن القيمة المطلقة لاثنان R ناقص ثلاثة وواحد على أربعة أقل من اثنان وواحد على اثنان جدوا قيمة R لنراجع سريعاً ما المقصود بالقيمة المطلقة إذا كانت القيمة المطلقة لـ X أقل من اثنان وواحد على اثنان هذا يعني أن المسافة بين X وصفر أقل من اثنان وواحد على اثنان وبالتالي يجب أن تكون قيمة X أقل من اثنان وواحد على اثنان وأكبر من سالب اثنان وواحد على اثنان ارسموا خط الأعداد وحددوا النقاط صفر واثنان وواحد على اثنان وسالب اثنان وواحد على اثنان المسافة بين الصفر واثنان وواحد على اثنان أو سالب اثنان وواحد على اثنان تساوي اثنان وواحد على اثنان هذا يعني أن X هي جميع الأعداد بين 2 و 1 على 2 وسالب 2 و 1 على 2 وبالتالي تكون المسافة بين الصفر وأي عدد بين هاتين القيمتين أقل من 2 و 1 على 2 لنعود إلى السؤال يجب أن تكون المسافة بين الصفر والقيمة المطلقة لـ 2R ناقص 3 و 1 على 4 أقل من 2 و 1 على 2 هذا يعني أن 2R ناقص 3 و 1 على 4 أقل من 2 و 1 على 2 و 2R ناقص 3 و 1 على 4 أكبر من سالب 2 و 1 على 2 جدوا قيمة R في كل متباينة أولاً 2R ناقص 3 و 1 على 4 أقل من 2 و 1 على 2 حولوا الأعداد الكسرية إلى كسور غير حقيقية تصبح المتباينة 2R ناقص 3 على 4 لأن 3 و 1 على 4 يساوي 3 ضرب 4 ويساوي 12 زائد 1 يساوي 13 أقل من 5 على 2 لأن 2 و 1 على 2 يساوي 2 ضرب 2 يساوي 4 زائد 1 يساوي 5 حولوا الآن الأعداد الكسرية في المتباينة الثانية وبالتالي تصبح المتباينة 2R ناقص 13 على 4 أكبر من سالب 5 على 2 تستطيعون الآن إيجاد قيمة R ابدأوا بالمتباينة الأولى اضربوا طرفي المتباينة في 4 للتخلص من الكسور 4 ضرب 2R و 4 ضرب سالب 13 على 4 يساوي سالب 13 أقل من 5 على 2 2 ضرب 4 يساوي 10 إذن 8R ناقص 13 أقل من 10 أضيفوا 13 إلى طرفي المتباينة اختصروا سالب 13 مع موجب 13 8R أقل من 23 اقسموا الطرفين على 8 R أقل من 23 على 8 أو R أقل من 2 و 7 على 8 إذن هذا هو الشرط الأول انتقلوا إلى الشرط الثاني وهو المتباينة 2R ناقص 13 على 4 أكبر من سالب 5 على 2 اضربوا طرفي المتباينة في 4 4 ضرب 2R يساوي 8R 4 ضرب سالب 13 على 4 يساوي سالب 13 أضيفوا 13 إلى طرفي المتباينة اختصروا سالب 13 مع موجب 13 8R أكبر من سالب 10 زائد 13 يساوي 3 اقسموا الطرفين على 8 R أكبر من 3 على 8 وبالتالي الشرطان هما قيمة R يجب أن تكون أقل من 2 و 7 على 8 وأكبر من 3 على 8 أكتبوا المتباينة 3 على 8 أقل من R وR أقل من 2 و 7 على 8 أرسموا خط الأعداد وحددوا قيم R ارسموا النقاط 0 1 2 3 والنقطة 2 و 7 على 8 تقريبا هنا و 3 على 8 هنا R يساوي جميع القيم بين 3 على 8 و 2 و 7 على 8 تحققوا من ذلك عن طريق التعويض عن R في المتباينة بأي عدد بين هاتين القيمتين مثلاً العدد 1 2 ضرب 1 ناقص 3 و 1 على 4 يساوي 2 ناقص 3 و 1 على 4 و يساوي سالب 1 و 1 على 4 ولكن تذكروا أنه يجب أن تجدوا القيمة المطلقة لهذا العدد الكسري القيمة المطلقة لسالب 1 و 1 على 4 تساوي 1 و 1 على 4 1 و 1 على 4 أقل من 2 و 1 على 2 جربوا عدداً آخر مثلاً صفر العدد الصفر أقل من 3 على 8 إذن يجب أن لا يحقق المتباينة 2 ضرب صفر يساوي 0 ناقص 3 و 1 على 4 يساوي سالب 3 و 1 على 4 القيمة المطلقة لسالب 3 و 1 على 4 تساوي موجب 3 و 1 على 4 3 و 1 على 4 أكبر من 2 و 1 على 2 و ليس أقل منه جربوا العدد 3 2 ضرب 3 يساوي 6 6 ناقص 3 و 1 على 4 يساوي 2 و 3 على 4 القيمة المطلقة لـ 2 و 3 على 4 تساوي 2 و 3 على 4 2 و 3 على 4 أكبر من 2 و 1 على 2 و ليس أقل منه هذا يعني أن الإجابة صحيحة تصوير 2 و 1 على 6 المتابع لم تكن قيمة المطلقة لَفزاء للعزب يز imagينة ترجمة نانسي قنقر